اشتركوا في القناة انه رئيس هيئة ميليشيا الحجد الشعبي فالح الفياض استقبل عائلة الناشط حيدر الزيدي وقرر التنازل عن دعوة المقاومة ضده وانت تقرأ هذا الخبر يعني ما عرف تسكنك الكابة تسكنك القهار الضيم لانه عائلة هذا الشاب العراقي المسكين بعد ما وقفوا اياها كل الناشطين وطلعوا في تظاهرات وقتلوا عدد منهم في الناس صرير وجرحوا الكثيرين والناس طالبت بكل الوسائل طالبت باطلاق صراحة يعني هجزوا نفسهم عاجزين وبالتأكيد أنا يعني اكاد يجزم انه من جاءهم وقال لهم اذهبوا الى الحشد الشعبي اذهبوا الى هذه الميليشيات اذهبوا الى فالح الفياض سأحل لكم الموضوع هو واحد من هؤلاء منهم من هذه الميليشيات لانه فيها اظهار لقوة هذه الميليشيات لانهم يريدون ان يظهرون قوة هذه الميليشيات وقدرتها على قمع الاخرين وعلى يعني حبسهم وقتلهم وجرحهم هذا ما تفعله هو من قتل المتظاهرين في بغداد في ثورة تشريين ومن قتلهم في الناصرية ومن قتلهم قبل ايام في الناصرية ومن جراحهم منهم هي نفس الميليشيات وميليشيات هذا واقع الحال فبالتالي يجب ان تظهر هذه الميليشيات بهذا الثوب الذي هي عليه قادرة ان تقتل قادرة ان تعتقل قادرة ان تفعل كل شيء وعلى الاخرين ان يتوسلوها هذا واقع الحال هم يريدون هكذا سابقا كانوا عندما تخرج الناس وقالوها اكثر من مرة من البداية من اول تظاهرات من عام 2010 وقبل ذلك وبعدها و25 شباط 2011 وبعدها وثورة تشريين كانوا يقولون انه يعني ثورة تشريين غير شكل بس قبلها كانوا يقولون بعثي وصداميين ومعرف منه الرهابية ودواعش وكل هذه الاتهامات لكي اذا مسكوا احدا يذهبوا به للمحكمة لديهم التهمة جاهزة داعشي صدامي بعثي معرف منه ارهابي وخلاص اربعة ارهاب وروح ولا احد سيجده بعد ذلك في ثورة تشريين بدأوا يتحدثون بلغة اخرى لانه لا يستطيعون ان يقولوا هؤلاء كلهم شباب صغار وما في اول يوم يومين قالوا نفس الكلام قالوا بعثي وقالوا معرف منه بعدين العالم ضحكت عليهم يعني انتم تتحدثون لولا الشباب غالبيتهم اكثر من 95% منهم ولدوا بعد 2003 فكيف يكونوا بعثي وكيف يكونوا صداميين هم لم يعاصروا لصدام ولا البعث وغالبيتهم لم يكونوا كلهم من الشيعة وكنتم تصمونهم حاضنتكم فكيف تتحدثون قالوا نعم بدلوا القضية بدلوا الاتهام بدوا يتحدثون ان هؤلاء ابناء السفارات هؤلاء عملاء عملاء للخارج عملاء لامريكا والصحيون وكأن امريكا ليست هي التي جاءت بهم للحكم فانهم جاءوا يعني ناضلوا وجاءوا للحكم ما كل العالم تعرف ان امريكا بدبابات او جيش هي التي جاءت بكم وهي اللي رسمت لكم العملية السياسية وهي التي تدعمكم لعد الان هي المحافظة عليكم وهي من ادخلت ايران وهي من سمحت وهي من ساعدت الميليشيات ومن حمت الميليشيات وقاتلت الميليشيات تحت مظلة وطائراتها هذا واقع الحال له كذب خلي قلونا كذب هذا واقع الحال يعرفوه الناس الناس بعدهم لسه احياء ويعرفون كل هذا الواقع فانتوا تتهمون الناس يعني رمتني بدائها وانسلت ماذا داكم انتم عملاء للخارج انتم عملاء لكل هؤلاء فكيف تتهمون الشباب بهذا الشب فهذه الاتهامات ومرت هالأيام وكان الناس يعني يناقشونهم وكانوا يسمعون اصوات انه كيف تتهمون الناس بهذه الاتهام ما انتم بدأوا يتحدثون بطريقة اخرى هؤلاء يعني يتجاوزون مدفوعين ضد الشهداء ضد المرجعية الدينية الله اكبر لاحظ حتى التهمة جاهزة ذولة ضد قيم شهداء وكذا وهم نالوا من الشهداء ونالوا من المرجعية فلاحد يتحدث يذهبون به من المحاكم والمحاكم كما تعرفون ساعة حالية مصلخ صارت واذهب هذا الشاب حيدر الزيدي حال حال مئات العلاق من الشباب يحكم عليه بالحفز ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونص واهله وامه واهله شافوا الضيم كل الطرق كل الابواب طرقوها ماكو مجال واكيد جاءكم من يقولوا لهم اذهبوا إلى فالح الفيار سحل لانه لكي يتفلسف ويقول بشكل واضح جدا وبشكل لا لبس فيه انه لا قوته الا قوة الميليشيات ولا احد يعارضنا ولا احد يتحدث عننا والتجاوزات علينا لها ثمنها هذا واقع الحال فبالتالي هو قال قال الهدف من رفع الدعوة القضائية هو لمنع التجاوزات المستمرة من قبل بعض المدفوعين مدفوعين من من؟ مدفوعين بوطنيتهم بحريتهم بالدفاع عن وطنهم عن شعبهم عن لقمة عيشهم عن شبابهم عن حاضرهم ومستقبلهم هذول المدفوعين بخاصة الشهداء والمؤسسات الدينية والمرجعيات ما نقبل هذه خطة حمر هذا واقع الحال لذلك قال نتنازل عن الدعوة المقامة الآن رح يقدمون تنازل للقضاء ويخابرون للقضاء مرحبا اطلق صراحة يطلق من صراح حيدر الزيدي مثل ما اطلقوا صراحة الكثيرين بعد أن نالوا منهم بهذه الطريقة كثيرين والبعض ربما يعني حيدر الزيدي بهذه الطريقة البعض غير شكل البعض سجلوا لهم أفلام سجلوا لهم اعترافات كاذبة سجلوا لهم عذبوهم أهانوهم صوروهم بطرق شنيعة وطرق غير أخلاقية لكي يتركوهم فيما بعد ويهددونهم بهذا هذا واقع الحال حقيقة لذلك يعني ذهب هؤلاء الناس لم يجدوا غير باب باب الميليشيات التي اعتقلت ابنهم والتي اتهمته بالباطل لكي يطرقوها ويتوسلوا إليهم لكي يعني لكي يطلقوا صراحة هذا واقع الحال لأنه لم يجدوا غير هذا لو كانت العدالة حاضرة الذهبوا إلى ساحة العدالة وهم ذهبوا لكن لم يحصلوا على النتيجة وطرقوا باب العدالة في كل وطرقوا باب التظاهرات والاعتراضات ولكن وتوسلوا بالحكومة والمسؤولين لا حتى يسمع فلذلك لم يجدوا غير هذه الباب وهذه الباب هذا المطلوب أن يتكلم المسؤول عن هذه الميليشية ليقول لهم لا تتجاوزوا احنا ما نقبل التجاوز علينا لا أحد يحتي لا أحد يفتح حلقة ولا أحد يتحدث بشيء جازه الآن لا بعثية ولا صدامية ولا أرهاب ولا دواعشة لا يقدرون أن يحكون هذا الكلام الآن يعني لا تتجاوزون على الشهداء والمؤسسات الدينية والمرجعيات هذا آخر ما وصلوا إليه قبلها كانوا قد وصلوا إلى أبناء السفارات وأبناء المعرف منه وإذا بهم الآن يصلون إلى هذه النتيجة هذا واقع الحال وهذا هو العراق الجديد بكل تفاصيله هذا حكم الميليشيات وهذا هذا الإطار الذي يريدون أن يقولون به للناس اسقطوا لا أحد يفتح فمروا الله يعين الناس والله يعين العراقيين يعين كل شبابنا وكل ولدنا في كل مكان و يعني دائما ما نقول وهذه ليست قولنا هذا يعني واقع الحال وهذا قول رب العالمين أن الظلم لن يدوم فبالتالي يعني مهما تغول الظلم فمصيره سيسقط والحق سينتصر وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة